ازاي حضراتكو عاملين ايه؟ انا مش عايز ان الموضوع فعلا يبقى مجرد ان احنا قاعدين بنحاسب يعني ايه انا مش بتكلم علينا في مصر احنا موقفنا شديد الوضوح بل وشديد القوة والحسم والحزم انا بتكلم بشكل عام يعني ايه؟ يعني انا ضد بالكلية بالكلية مسألة ان احنا نحول الموضوع لموضوع طائفي وديني ومزعبي يعني انا طول عمري الحقيقة طول عمري دي خلقتي كده طول عمري ضد كانتوا عارفين طبعا كان فيه فترة مش بس اللي حاكم فيها الاخوان ولكن فيه فترة طويلة من عمر هذا الوطن كان فيه محاولة طول الوقت لتدينه مش لجعله شعب متدين لان هو متدين هو متدين طول عمره بقاله الاف السنين المصريين يحبون فكرة الاله وتحديدا الاله الواحد المصريين بالمناسبة طول عمرهم موحدين طول عمرهم يعني طول عمرهم اللي يقرأ في علم المصريات كويس جدا واللي يقرأ في الثيولوجي او العلوم الدينية المصرية كويس جدا يعرف ان المصريين عمرهم ما كان عندهم تعددية في القلوهية خالص يعني ودي قصة تانية لكن المصريين مش منتظرين انه جماعة دينية تيجي لا تعلمهم الادب والاخلاق ولا تعلمهم الدين لكن للأسف الشديد في مرحلة سبعينات وتمانينات وتسعينيات كان يقف ناس على المنابر انا مش بقولك خطباء الاوقاف بقلوك في المرحلة دي كان جوامع وزوايا بالهبل بالهبل تحت ايد المتشددين والمتطرفين فكريا ودينيا وكانوا يقفوا على المنابر يقولك اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود ليه انا من امتى جزء من ثقافتي ووجداني واخلاقي وتصوراتي وفلسفتي وانسانيتي ان انا بدعي على ديانة او على طيفة او على مذهب واصبح فيه شكل من اشكال التوارث في ده طيب هل ده معناه انه حد زي بن يمين نتنياهو ما هواش نسخة تبقى الاصل من الدواعش لا وابن يمين نتنياهو كل حكومته هم دواعش بتوع اليهود زي ما فيه دواعش بتوع المسلمين فيه دواعش بتوع اليهود خلينا نخدها بالتعبيرات الحقيقية هناك المتطرفين المتشددين في اي ديانة اي ديانة اي دين في الدنيا موجود في دنيانة منذ بدء الخليقة كان للأسف الشديد بيحصل من وقت للتاني انه يظهر فيه مجموعات من المتطرفين يعني خلينا نفتكر انه بعد وفاة الرسول عليها افضل صلات والسلام ثم الخلافة الرشدة فبدأت بسيدنا ابو بكر مرورا بسيدنا عمر وصولا الى سيدنا عثمان وقبل ما توصل لسيدنا علي بدأت الفتنة الكبرى على ايد مين على ايد الخوارج ما هم دواعش دول اللي قاتلوا سيدنا عثمان فما فيش ديانة بريئة لا الديانة دايما بريئة لكن ما فيش ناس اعتنقوا ديانة طول الوقت هم شوية ملايكة بيجنحات وبيرفرفوا وحاجات زي كت لا فيه طول الوقت تطرف في كل كل معتنقي اي ديانة ظهرت على سطح هذه البسيطة واصبحت الحالة هي انه ديني هو وطني وهو انتمائي لا دينك مش هو وطنك ولا هو انتمائك كمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا زردشتي ولا بوزي ولا اي حاجة دينك هو عقدتك وطريقة عبتك وشكرك ومحبتك وإقرارك بالألوهية لربنا بس كده ديني هو انتمائي ما فيش حاجة اسمها كده ديني هو وطني ووطني هو ديني ما فيش حاجة اسمها كده ده هو جزء رئيسي من رفضنا لفكرة انه يبقى فيه ناس جيالنا من اوروبا ومن افريقيا ومن اسيا ومن امريكا اللاتينية ويستوطنوا ارضا عندنا اسمها فلسطين انهم ما عاوزين يبنوا دولة دينية يسموها الدولة العبرية الدولة اليهودية المملكة اللي مش عارف رقامها كام لا احنا رفضين ده الاوطان ملك شعوبها مش ملك ناس بتدين بالدين الفلاني او تسير على المذهب العلاني او تنتمي للطائفة الفلانية والحرب والصراع لو صح التعبير يعني حتى توصيف الحرب توصيف انا لا اراه عادلا باي حال من الاحوال توصيف ما فيهوش اي عادل تبتكلم على ناس جاتلي من بلد برة وقعدت عندي وكونوا عصابات ودبحوا في الشعب اللي عايش على هذه الارض اللي هي الاراضي الفلسطينية ثم اشهروا دولة بدعم من دول برة مالهاش علاقة بينا برضو خالص يعني هم استغلوا نتائج الحرب العالمية التانية علشان خاطر يقدروا ان هم ياخدوا هذا الدعم اللي موجود في اوروبا او الدعم الاوروبي والدعم الامريكي فيشهر دولة في 48 بعد الثلاث سنين من انتهاء هذه الحرب وطبعا بعد الحقيقة اتفاقية غير منطقية وغير عادلة ولا يجب انها تستمر على هذا الشكل اللي هو اتفاق باريس هنبقى نتكلم عليه اللي هو اللي حصل بعد الحرب العالمية التانية وهبقى دحكك عليه لكن هوصلك لأيه؟ ما عليش يستحملوني شوي ووصلك لأيه؟ لا الدعوات انه علينا ان نحرر المقدسات الإسلامية في فلسطين لا احنا بنحرر ارض فلسطين مش بنحرر المقدسات الإسلامية اللي في فلسطين لانه فلسطين فيها كل المقدسات فيها يهودي وفيها مسيحي وفيها إسلامي فالحرب ما هياش حرب من المسلمين على أولئك الذين يدنسون ما فيش حاجة اسمها الناس تدنس المقدس تدنيس المقدس هو الاحتلال بحد ذاته لكن لكونهم انه هم يهود فيبقوا هم ولا العكس ما يطلعش حد زي بنيمين نتانياهو قاعد عمال بيخلق حرب دينية من العدم وانه ده دفاعا عن التاريخ اليهودي ودفاعا عن اليهودية وعلينا في بداية العام ان نتكاتف جميعا ويقدم دعوة للمسيحيين في العالم انه تكاتفوا معانا ضد الوحشين المسلمين دول فبقت هنا المسألة فين ان احنا بقى ده احنا بنعمل حرب دينية بصوا يا سادة يا كرام للكل ان يعلم في الداخل وفي الخارج اصلا فكرة انه خلي بالك فكرة انه عندي دولة دينية في المنطقة اسمها اسرائيل هو اللي ادى لصعود مجموعات متطرفة تنادي بدول دينية اسلامية دي الفكرة هتيجي تقولي بس اصل ظهور جماعة الاخوان كان سنة 28 وده قبل تأخير اقولك هو يا حبيبي هو انت مش عارف ومش قاري انه الهجرات اليهودية بدأت من نهايات القرن التسعتاشر طب انا هزيدك من الشعر بيت لأ هو كان فيه هجرات بتيجي من صهينة امريكان بتيجي في منتصف القرن التسعتاشر وقبل مؤتمر بازل وقبل القصة دي خالص بيجوا يستوطنوا اراضي في هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرت وقتها كان الاحتلال العثماني ثم بعد ذلك الانتداب التركي فكانوا بيجوا ويقولك لقد جئنا الى هنا حتى نستطيع ان نرى في يوم من الايام جئنا بمساكننا الخشبية لو حقد كده ده تاريخ وده واقع وده دليل مادي جئنا بمساكننا الخشبية من امريكا الشمالية حتى نجلسوا في هذه الارض بجوار جبل صهيون ده نص الكلام في انتظار المعركة الكبرى وإعلاق مملكة صهيون ده الكلام ده من نص القرن التسعتاشر ناس بتتكلم على دولة دينية في هذه المنطقة عرفوا يوصلوا للنتيجة في 48 هنيجي في 20-23 نتكلم على دول دينية او على صراع ديني على الاراضي الفلسطينية لا الصراع ليس ديني ولو خد هذا المنح وهذه الزاوية هنبقى بنعيد الكرة تاني تاني هذا الكلام وهذا التوجه وهذه المصطلحات وهذا الانسياق هيؤدي التاني لظهور الدواعش تاني وظهور الإخوان المسلمين في المنطقة تاني وانهم يحاولوا يكتسبوا عواطف الناس تاني ويحاولوا يوصلوا إلى سدة الحكم في المنطقة العربية كلها تاني وساعتها هنقعد نبكي على لبن مسكوب ومش هنعرف نعمل حاجة بقى خلاص ما احنا بنعلم بقى الحروب الدينية بقى يلا ننزل بحارب بالسيف ده كلام فارغ وكلام فاضي ولا أحد هتيجي دوقتي بأنت محموق ليه يا يوسف أقولك لأنه أنا ببص على السوشال ميديا بتخض بتخض دول أبناء اللي مش عارف ايه ايه الكلام الفارغ ده ايه الكلام الفارغ ده كلام فمنطع الانحطاط واحنا لازم نطهر المقدسات الاسلام بسألة لا دي علاقة لا بالاسلام ولا باليهودية ولا واحد زناتاني هو يعود يكلمني عن الدولة العبريقية والدولة اليهودية وعلينا أن نتكتف ضد البربرية والوحشية على حسب وصفه ايه قلة الادب دي ايه قلة الادب دي واحنا بننساق عادي احنا مش هنبطل العادة دي هو احنا مش كفاء احنا متعلمناش اي درس على الاطلاق على العموم معلش انا كان لازم يعني افطفض معاكم بالكلمتين دول ومحموق طبعا لانه في النهاية انا هنا بشوف ان المنطقة كلها هتذهب الى نفس النفق المظلم فاوعى وخلي بالك الانسياق ورده يعني ده مش هقولك هو البلاه ده هو الغباء بعينه والكلام ده زي ما هو رايح لحد متوحش بحكومة وحشية زي بنيمين نتنيا وزي ما هو رايح ايضا لبعض الدعوات التي تطلق من داخل صفوف المقامة الفلسطينية احنا مش عاوزين نسمع الكلام ده زي ما احنا مش عاوزين نسمع الكلام ده لا هنا ولا هنا قبل الفاصل يا سادة احنا عاوزين نتمدن كلنا يعني اتمنى ان الرسالة دي تروح لنا كلنا كشعوب عربية من قلب التلفزيونر المصري من قلب ماسبيرو من قلب قناته الاولى من قبل برنامج التاسعة نتمدن ان يكون فكرنا مدنيا حداثيا تقدميا خالصا ديانتك وعاقدتك ومذهبك وطيفتك وطريقة عبادتك بتاعتك انت ملهاش اي علاقة بالدفاع عن الوطن احنا في الجيش المصري ملناش دعوا مين دينوا ايه دعوا يعني وده يمكن من اكتر الجيوش اللي بيبقى ده واضح فيها وبالمناسبة دي من اكتر الحاجات اللي حامت مصر فيه سنوات الفوضى والضياعة انت جيش غير مطيف غير ممذهب مفيش جيش وطني واضح ويمكن احتاج جو بعد في يونسا يعني عايزي موتني لكن اتعلمت حاجة لطيفة جدا في جامعة في انجلتار ويمكن حكيت لكم عليها مرة قبل كده في محاضرة الاستاذ اللي كان بيلقي علينا المحاضرة دي رجل انجليزي زي ما الكتاب قال يعني اذا من الكتاب قال عرف الانجليز ما هماش يعني ايه حبوبين قوي تجاه الجنسيات الاخرى مش هقولك بقى انه ما بيحبوش المصريين ما بيحبوش الافارقة ما بيحبوش الاسيوين الانجليز ما بيحبوش حد اغلبيتهم ما بيحبوش حد خالص ده ما بيحبوش الاوروبيين هو بقى انا حاجة تانية هو شايف نفسه كده حتى تقول لما دخل الاتحاد الاوروبي لاسباب عدة انا بيقول لك اهو من خبرتي بالمجتمع الانجليزي احنا الجنيل استديني لا تنازل مش هنخش اليورو الفيزا المشتركة بتاع التحاد الاوروبي مليش دعوة فيه فيزاة انجلترا بس وهكذا لكن لا عايز اقوله لك دخل هذا الرجل اللي هو انجليزي قح وكان بيدلنا محاضرة على حاجة اسمها حراس الامة حراس ايه الامة فاول مثل ضربه وبنص كلامه وابرز مثال ده نصا الجيش المصري تاريخيا توصيف حراس الامة والراجل قاعد شرح لنا انه الجيش المصري ده او فكرة حراس الامة بشكل عام واللي هو ضرب عليها قال وابرز الامثلة الجيش المصري بالمناسبة الراجل ملوش فينا مش بس بقى كشعب ملوش فينا احنا يعني من بعد تلاتين ستة ما بيحبناش كده مهم طيب ليه هم اسموهم حراس الامة قال انه دول تاريخيا لا ارى لا اسمع لا اتكلم غير عن الحفاظ على هذه الحدود ده لنا خلفية تاريخية جاهدة جدا على مسألة الحدود المصرية واتسعها وما الى ذلك واتكلم على ازاي ان هذا الجيش المصري اللي هو موصوف بحراس الامة انه جيش لا فيه مذهبية ولا طائفية ولا يطعط السياسة هذا الجيش لا يعرف الا الدفاع عن هذه الحدود ودونها الرقابة ما فيش حد يقرب من الحدود دي لو كنت مين انا هنا بذكرك حتى انا وقتها في المناقشة طبعا انا كنت قصد اغيز واكايد فقلت له يمكن ده كان من ضمن الحاجات اللي قدت انه انه الجيش المصري هزم الاسطول البريطاني في حملة فريزر الشهيرة فطبعا هو قاعد ياخدني على تفاصيل حملة فريزر واصل ده مش بالدروه يكون الجيش المصري واصل كان فيه مش يعني قاعد قال شوات كلام في وجهة نظرنا كلام فارغ والناس دول بيبقى فيه شيء من اللطف ان انت طول ما انت قاعد جوه المكان الاكاديمي فانت عندك حرية مطلقة انت تناقش زي ما انت عايز زي ما انت عايز ومش هينفع يسيبك ويقوم ومش من حقه يتردك بره المحاضرة تحفة حاجة عظيمة مهم فالمناقشة حرة يعني فمن باب المكايدة قلت له كده حاملة فريزر ابسط مثال وحتى اتكلمت معاه على حرب 1882 وانه عربي كان ممكن ينتصر لو لا الخيانة وما الى ذلك لكن خلصنا جميعا سواء اذا كان هو كاستاذ وهو استاذ كبير وانا وبقيت الحاضرين الى انه اه هو الجيش المصري حراص الامة لانه لا فيه مذهبية ولا طائفية ولا يطعط السياسة ده جيش زي ما الكتاب بيقول وحتى الرجل وقتها قال انه في المنطقة عندنا لا يصح توصيف الامة غير على مصر بل انه ذهب الى ابعد من ذلك وقال انه لا يوجد في العالم حراص امة كتر مش كل الجيوش توصف بهذا التوصيف لان حراص الامة في العالم لا يزيده من وجهة نظره هو على خمس جيوش لكن الرجل قال نصلا كده ابرز مثال هو الجيش المصري شوفوا يا جماعة التوصيف اللي انا بقول لك ده حراص الامة مع شرحة هذا الرجل يقول لك كده انه اي قضية هي قضية السياسة هنوصل لحلول اي قضية هيتم تدينها لا حل لها لا حل لها اعد خد ودي من هنا لحد بعد بكرة لا حل لها لو تعاملنا على القضية الصراع العربي الصهيوني بتوصفها كده الصراع العربي الصراع الصهيوني هنوصل لشيء تعاملنا معها بقى على انها قضية الفتح وانها فتحات وانها التطهير من الدناسة وانها مش عارف ايه اه او ولا الهوى العلم بالمناسبة ما بيسمعش الكلام ده ده بالعكس بيروح مزود ويدغط اكتر ويمعن في الشراسة وفي الوحشية ومن جانبه هو هذه الحكومة الوحشية بتاعتك هالي الصوية المحتل هتمعن اكتر لانها هتستغل خطابك الديني ده في انها هتجمعهم على خطاب ديني مضاد هاي يقول بص اهم عاوزين يدبحونا عاوزين يقتلونا عاوزين يموتونا دول عاوزين يبعدوا ينهوا اليهودية من على الارض واحنا امل اليهودية على هذه الارض نحن امل اليهودية في وسط هذا المجتمع الانساني الذي يكرهنا ويلفظنا ويرفضنا مع ان احنا تاريخيا ما عملناش كده ده الاوروبيين اللي عملوا كده وفخامت الرئيس قال الكلام ده الاولف شولتس قال له احنا ملا احنا ما حصل لا قاله كان لبلينكن انا اسف قال له احنا ملا الاضطهاد والمدابح كل ده حصل عندك وانتو مش عندنا احنا احنا ملناش دعوة ابعد عن اي تمذهب وتطييف وتديين لاي قضية سياسة هتفلح انا زعلن محافظة اسكندرية ليه قبل ما قللكم فوز جامعة القهارة المركز الاول ده خبر مفرح اقولك انا زعلن ليه اقولك علشان من اول شو بقى انا عشان ايه انا راجل يعني معي المحافظة عارف ان انا بروح اسكندرية كل اسبوع يعني من اول المبنى بتاع مكتابة اسكندرية بس من عليك كورنيش طريق الجيش ماشي الكلام معاك لحد القلعة لازم نلاقي حل للأسفلت بالتحديد المطبط والحفر مش المطبط العديد الحفر اللي تكسر اجدعها عربية وده بيؤدي فعلا لحوادث في الحتة هناك دي حاجة تانية بيؤدي الى لانه نسبة تقدي فجأة بسرعة كده خد بالك يعني مثلا انا لو واحد مش متعود على الشارع هنا ومش عارف اماكن الحفر والبلعات وبتاع وبعدين تلاقي في وسط الشارع وفي مين الشارع وفي شمال الشارع مش اسكندرية اللي نسيبها كده خالص وسط البلد بقى بالحي اللاتيني سيبك من المتحف الجديد انا بتكلم هنا على لا بتكلم هنا تسيبك دي للمواطرة عشان مع المحافظ ما يقولش بتاع ما يزعلش يعني لا بالعكس انا راجل احب واحترم الناس كويس يعني اللي سيبنا من المتحف خالص كملي بقية الحي اللاتيني مش معقول ان انا الحتة بتاعت المتحف علشان خاطر المتحف وعشان خاطر الدكتور مصطفى مدبولي رايح اروح زابطها زبط الزبط عشرة على عشرة طب وبقية اللي حاجات اعمل فيها ايه اسيبها كأنها مش موجودة ماينفعش الحق اناية حطينا السقلات وبنشتغل كده على مال لا دي الحق اناية يا جماعة الحق اناية دي واحدة من اهم المعالم انا بتكلم على اول دار للقضاء محكمة مدنية حديثة في الشرق الاوسط وقرة افريقيا محدش في اجمالي يزيد عن المليار مواطن عنده اللي عندي ما سيبش الدنيا كده طيب هل الحق اناية بس لا بص بقى على الشارع والبعج جائلين زي ما عملنا بحطة مصر نعمل في الحق اناية طب وظهر الحق اناية ليه حق ازعل ولا لأ معاني المحافظ ليه هشرح لك يا يوسف ما شرح لي بس انا ليه حق ازعل انا زعلي هيروح لما لاقي طريق الجيش تسفلت حلو اما لاقي الحق اناية اشتغلنا فيها بسرعة اما لاقي الحتة اللي وراها بدأنا نشتغل طيب نشيل البعج جائلين ونوديهم سوق محترم وحلو جميل ومنظم لانه الوضع مؤسف محدش ابدا يمشي في الحتة بتاعت الجند المجهول والحق اناية ويشوف المباني والله العظيم والله العظيم ليس تفاخرا انا زورت عواصم يعني مش بعدد شعر مثل زورتك عواصم الحلوة اللي في الدنيا كلها عواصم اوروبا وطبعا واشنطن و ما حد عنده اللي عندي ما حد عنده اللي عندي ازيدك من الشعر بيت الحتة بتاعت الحق اناية وابرق جندي المجهول دي احلى تلاتين مليون مرة من ادخن واجمل شارع في باريس اجمل ابدع ايه النقص ايه النمط المعماري ده ايه التصميمات دي ايه الموتيفات دي اسيبها لبيعين ملابس داخلية اسيب المداخل بتاعت العمرات كده هو ده اسمه كلام يعني دي حاجة ما تزعلش لو ما زقلتش على دي ما لازعلها ليازعلها لنفسي انا مش مهم انا عايز البلد شكلها جميل حلوة تليق بينا تليق بقيمة مصر ايوة انا عندي في جامعة القاهرة اسادزة مش هزار سواء اذا كانوا بقى الاستاذ الدكتور والدكتور فقط والاستاذ المساعد والمعيدين والمدرسين وكل الكلام ده مش هزار مش بس في جامعة القاهرة في جامعات مصر اللي يخلينا نقدر فعلا نوصل بجامعة القاهرة بإذن الله بإذن الله لأنها تكون جامعة من ضمن أفضل مئة جامعة لمستوى العالم انا بقول الكلام ده لان انا عارف الاسادزة او عارف احجام واوزان اسادزة جامعة القاهرة في كلياتها المختلفة عاملين ازاي يعني اخويا واحد من اسادزة جامعة القاهرة في كليات العلوم على سبيل المثال انا عارف هاني اخويا ايه فعلا مش هزار مش علشان هو اخويا خالص يعني انا وهاني دائمي الاختلاف 99% وتسعة من عشر من وجهات النظر مثلا انا عارف اخويا وزمه الاكاديمي عامل ازاي وهاني الحقيقة رجل متواضع جدا يعني لو عاد تتكلمت عاد شخص منطق التواضع يعني هيقولك ده في الجامعة في كلها الفلانية احسن مني وفي كلها معايا اللي مش عايف كزا فالجامعة عندنا في القاهرة مليانة مليانة جامعة اسكندرية مليانة أسيوت مليانة عين شمس مليانة المنصورة طنطأ يا جماعة احنا عايزين شوية دوجة نظري فاين تيوننج ضبط دقيق ضبط دقيق وفي حاجة تانية بس محتاجة فلوس كتير يا فكر بقى زي اطور المعامل بتاعتي والمراكز البحثية فلوس يا دين النبي برا وهنا بقى ديل ايه النغزة اللي اديها للقطاع الخاص او للمستثمرين او لرجال المال ورجال الاعمال نغزة معاليش هطلع الفصل لان انا اللي مستعجل على الفصل والله العظيم عبدالعزيم انا اللي بقول عاوزين نبدأ مع ضيوفنا في فقراتنا بدري النهاردة جدا لأهمية الموضوع وحساسيته يعني ونحن نتحدث على ما يحدث على الاراضي الفلسطينية بس نغزة يعني هي مش كتف ولا همسة عتاب ولا فعل هي نغزة عاوزين تبقوا رجال اعمال بحق وحقيق اعملوا زي اصحاب كل عايشين برا او الاجانب يعني اعمل زي رجال اعمال الامريكان واعمل زي رجال اعمال انجليز واعمل زي رجال اعمال الفرنسوين والألمان الاخر الناس دي بتدعم البحث العلمي بجد في كل منحي يعني كلية الاقتصاد مثلا في جونز هوبكنز دي دعم رجال اعمال بدأت الاول بالدعم بتاع بول نيدز حتى المبنى اسمه مبنى بول نيدز دعمه ده دعم شوف مين مهتم بايه في اطار البزنس بتاعه كان ما عنديش قزمة فلان البزنس بتاعه فليكن تطوير ومقاولات وابتاع دعم المراكز بتاعة كليات الهندسة او كلية هندسة في جامعة الماء هنا اتصالات هنا تكنولوجيا معلومات هنا روباطيكس هنا ادوية هنا صناع السيارات هنا مش هنا اقتصاد الراجل ده عنده بنك ولا شريك في بنك والراجل ده عنده مؤسسة مالية دعموا الحاجات دي وبفلوس بجد ما حدش بيقولك حط لي فلوس لأ بس اعمل لي المبنى جهز لي المبنى استثمر في ده ده استثمر حقيقي اعمل اللي كنا بنسميه زمان البعثات منح للدراسة بره فيها اشتراطات وفيها التزام بانه هذا الطالب اللي مسافر يدرس في الباجستير ولا يدرس في الدكتوراه وسعوا النطاق ده مش الدولة اللي هتقوم بدا لوحدها بره في قاعدة الرأسماليات بره بيعملوا كده بيدعموا الجماعات اتت عايز تقوللي انه كيمبرج واكسفرد وايال وستانفورد جونس هوبكنز وهارفرد كله دول مش متدعمين من رجال المال والاعمال لا متدعمين ونص وتلات اربع ده متدعمين الدوبي لكن احنا هنبقى قاعدين وحطين ايدينا في جيوبنا ده مهم جدا 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 وبالمناسبة ده مش عمل خيري كده في المطلق انه مهاش فلوس طلعة ومش راجع تاني لقى هي راجعانك انت لما بتدعم هادي المراكز البحثية والمعامل ومراكز الدراسات الاقتصادية ومراكز الدراسات السياسية وإلى آخر وعلى اختلاف التخصصات انت مستفيد لان انت هيبقى فيه عندك كوادر بتتخرج اوعى هيشتغلوا في المصالع بتاعتك وفي الشركات بتاعتك وفي البنوب بتاعتك وفي المؤسسات بتاعتك وفي المزارع بتاعتك تعيس فين رجال الاعمال من دعم كليات الزراعة في مصر لو حد بيعمل حاجة أرجوكU يقوللي ديلة gels 그런 موجود ابعتلي يوسف ده انا عملت مش عارف ايه لبحوث الزراعية انا عملت مش عارف ايه للبحوث البيطرية انا عملت مش قولي مين عمل ايه لكليات الهندسة قولي انا مش بقولك ان انا عارف بواطن الامور وانه لا احد يقدم قرشن انا بسأل سؤال اه ولا لا عارف كده رائعة الطيب الصالح موسم الهجرة للشمال في حاجة اسمها كده ايه موسم الهجوم على اي حاجة في الدولة انها مش حلوة ومش بايزة ومش عارف ايه وقسنتوا بتعرفوا وانتم ما بتعرفوش ده موسم للأسف هل كل حاجة بتعملها الحكومة حلوة لا هل كل حاجة بتعملها الحكومة وحشة برضو لا نفس القصة هو رجال الاعمال ملايكة طول الوقت مظليم لا ولا مظليم ولا ملايكة فيش رجل اعمال ملايك ولو بقى ملايك ما كانش بقى كده خالص طب تعالي بقى نعمل الموسم بس منحى تاني مش ههاجم لك رجال الاعمال لكن هسأل السؤال قدمتوا ايه للتعليم والبحث العلمي في مصر نقطة من اول السطر ترجمة نانسي قنقر